أعلنت وزارة الاقتصاد الألماني أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء على ألا تتخط الحرارة 19 درجة مئوية وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت حابك أنه ينبغي ألا تتخط الحرارة 19 درجة في المباني العامة ما عاد في المستشفيات والمراكز الاجتماعية وتحث حكومة المستشار أوليف شروتس منذ عدة أسبوع على بدل مجهود وطنية لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة والتي قد تتقلس إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية إذ يقشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة التي حضر وزير الاقتصاد من تداعيتها على القطاع حضر تقرير لصحيفة التايمز البريطانية من شبح مجاعة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا متطرقا لما يعاني منه مزارع القمح في البلد التي تشهد حربا روسيا جاء في هذا التقرير أن نصف مزارعية الحبوب لن يزرعوا محاصيلهم العام القادم ما لم يتم زيادة الصادرات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا وأشار إلى أنه في حين سمح لعدد قليل من السفن بالمغادرة دخلت سفينتان فقط الموانئ المتضررة وذلك منذ إبرام الصفقة وقال إن الكثير من المزارعين لا يمكنهم تحمل تكاليف زراعة محاصيل جديدة دون الحصول على قيمة محاصيلهم الحالية ما يزيد من احتمالية حدوث مجاعات في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط أكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم إلى 6.1% في يوليو الماضي على أساس سنوية مقابل 5.8% في يونيو من عام 2021 وأشار المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء إلى أن أسعار الخدمات وصلت إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ولمزيد هذا التقرير لأول مرة منذ 27 عاما تواجه فرنسا ارتفاع معدلات التضخم حيث ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا إلى 6.1% في يوليو الماضي على أساس سنوية مقابل 5.8% في يونيو بحسب ما ذكره المعهد الوطني للإحصاء في تقديره النهائية وهو أعلى مستوى منذ شهر يوليو من عام 1985 معهد الإحصاء الفرنسي أفاد بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة مجير إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة وتراجعت أسعار النفط قليلا في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادية بالإضافة إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الصينية وساهم ذلك في طباطء وطيرة ارتفاع تكلفة الطاقة في فرنسا إلى 28.5% في يوليو على أساس سنوية بعد ارتفاع وصل نسبته 33.1% في يونيو كذلك ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وكانت قد بلغت 3.3% الشهر الماضي فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.8% بعد أن سجلت 5.8% في الشهر الماضي وخلال شهر ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 3.10% بعد أن كانت بلغت ارتفاعا بنسبة 7.10% في يونيو كما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنصق والذي يستخدم كأساس المقارنات الأوروبية بنسبة 6.8% خلال عام واحد بعد أن كان بلغ 6.5% في يونيو الماضي أكد نائب المستشار النمسوية فيرنر كولجرال اكتمسك الحكومة بالتراجع التدريجي عن الاعتماد على الغاز الروسية متعهدا أنه بحلول عام 2030 سيتم توليد الكهرباء في النمسا فقط من مصادر الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن جميع الولايات تتجه إلى عمليات نمو استثماري أسرع في مجال مزارع الرياح وقد أوضح أيضا أن أزمة الطاقة في البلاد والناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد فرضت اتخاذ تدابير استثنائية لا تتوافق مع عقيدة حزب الخضر الذي يرأسه ومنها إعادة تشغيل محطة للطاقة تعمل بالفحم ودعم جهود الاعتماد على الطاقة النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر